وإحنا ندخلين على فترة مرة لانتخابات الرئاسية انطرقت مبادرة مهتمة بالأشخاص دوي الهمم وبتحمل شعار صوتك حق هذه المبادرة بتستهدف حث الأشخاص من زوي الهمم وزويهم أيضا على المشاركة الإجابية في الانتخابات الرئاسية 20-24 وبتتم في إطار التعاون ما بين المجلس القومي للأشخاص زوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات عشان نرى في تفاصيل أكتر معانا على تلفون دكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص زوي الإعاقة دكتورة صباح الخير فمن صباح النور في البداية نحن نتعرف أكتر على العمال التي تستهدفها هذه المبادرة لمساعدة زوي الهمم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة طبعا من نظر أننا نعمل دعم وتمسين وتمسيني وبرد الأعاقة كمجل القومي وده اختصاصنا القصير وبالثلين نحن نعود قدام سياسية وتمسين سياسي ودخلنا على مستخبات رئاسية بإذن الله وتم الإعلان عنها قبل كده كان لازم نحن اكتاعت وأول روتوكول من نوعه وهو طبعاً روتوكول سلاسي بين الفنس القومي للأسقاط الزويد العصر والهيئة الوطنية للانتخابات والذات القضامة والبروتوكول الحقيقة مهم جداً لأنه يعمل على تنسين الأسقاط الزويد العصر من خلول إتاحة التيسيرات الأجمع في العملية الانتخابية عندنا طبعاً من البداية أن لابد أن يكون هناك تيسيرات في المدينة والتصويت والموقع نفسه لازم يكون عليه صحة لكل الإعقاد سواء إعقاد بطارية أو إعقاد سمعية أو أي أن كان التكنولوجيا اللازمة يعني على الموقع ويجب أن يكون هناك تيسيرات مكانية داخل طبعاً المكان من أول ما بيدخل لجنة في المقار الانتخابية؟ بالضبط والورقة الانتخابية ستبقى بطريقة برايل إلى الجانب طبعاً سيكون في علامات إشارية على الحق البوستر كده بيبقى عالية على مدينة إشارية للإعقاد السمعية في الخطوات أنه هو هل يعمل إيذن أول ما يدخل للجنة بغاية ما بيصوب من اللجنة بالضبط يعني طبعاً التوعية بتيجي بطرق كثيرة جداً قبل المنصبات بتبقى توعية للمجتمع بنعمل تدريب للمدربين بندرب ناس من أشخاص والإعاقة بالرادة الاجتماعيات طبعاً ما بتتعاون مع الضبط التضاوم وفضلنا على تدريب الزن أننا ندربهم وزي كل واحد يدرب الآخرين فبنعمل حلقات من التوعية كل واحد يدرب الآخرين فبنعمل توعية مثل المحافظات كلها إلى جانب أن المجلس طبعاً عمل يعني مع الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعيات على ثان بقى فيه غرفة عمليات نتواصل بسكل سريع الغرفة داخل المجلس عشان إذا جلنا أي اقتراحات أو شكاوى أو حتى شوية تحديات أثناء العملية الانتخابية نقدر نحن نحقها لطول بالتعاوض لكن هيكون لكم ممثلين داخل اللجان أعطاكم طبعاً وده طبعاً موجود عندنا عدد من الممثلين كبير علشان يقدر الوضع يتبعوا العملية الانتخابية ويساعدوا من التطوى وفيه تعاون مبادرة أطلقها المجلس وتكحقك وهي تعاون طبعاً مع وجارة الشباب نحن نوعي عن جميع المحافظات يعني أن لابد أن يكون لك مصاركة إيجابية لأن المشاركة الإيجابية الحقيقة بتوصل بالفضل عنده أعطا إلى مكتسبات يعني هو تارك في لجمة الخمسين في وضع الدكتور تارك في مجلس نواب فبقى عندنا لجمة لجمة الأسرة والمرأة والفضلات والأعطا يعني هناك مكتسبات كتير بفضل مشاركة الإيجابية وهنا أصدر نقول مشاركة الإيجابية بتعود عليه وقتصهم للمكتسبات وبالتشفيات وقوانين رصادوا على البيتراك في خلال